الفؤاد مستهل رحلتنا إذن من صحيفة الصباح وفي رحاب صفحتها الرياضية الرئيسة نقرأ العنوان التالي بالبونطة العريدة الشاب يمهد لثورة في الرجاء إذ أوردت اليومية أن المدرب التونسي غير راض على أداء العديد من اللاعبين خاصة بعد الإقصاء من كاس العرشة حيث يسعى الشاب لانتداب لعبين الجدد في الميركات المقبل في حال بقي على رأس الفريق الأخضر نغير الوجهة صوب صحيفة الأحداث المغربية التي خطت العنوان التالي ستة ملايين للاعب الوداد لإقصاء مولودية العاصمة حيث كشفت الأحداث أن إدارة الفريق الأحمر قررت تحفيز المجموعة بهدف إسقاط الفريق الجزائرية في ربع نهائي دور أبطال إفريقيا الجمعة المقبلة خاصة بعد الأداء الرائع لرفاق أيوب الكعبي في دور المجموعات نختم من الأحداث المغربية دائما والتي عادت إلى الصراع الخفية بين إدارة نهتة بركان والمهاجم محسن يجورة الأخير اتهم الفريق البرتقالية ماما جماهيره بعدم التوصل من مستحقات اللاعبين بما فيها منحة التتويج بكأس الكافة تصريح استنفر إدارة بركان وردت بالوثائق على يجورة مؤكدة دفع كافة مستحقات اللاعبين بهذا إذن فؤاد نكون قد بلغنا نهاية قراءة الصحف لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر